التنام 10 ساعات متواصلة في الليل ولكن بتصحى معكر تعبان جسمك مكسر وكأنك ما نمت وبالعكس قد تنام 4 أو 5 ساعات فقط وبتصحى نشيط بطاقة غريبة وذهن صافي ليش؟ شو الفرق بين الحالتين؟ السر ليس بعدد الساعات السر هو جودة النوم وذا انت رياضي أو بتتألم من إصابة أو عندك آلام مزمنة في الظهر أو المفاصل فالنوم الجيد ليس رفاهية هو علاجك الأول قبل أي دواء أو فيتامين أو مكمل غذائي النوم هو اللي بيحدد هل جسمك حيتعافى هل عضلاتك حترتاح وهل مزاجك وهيكلك العصب اليوم حيبقوا متوازنين ولا متخربطين وهنا بيجي دور أدوات تتبع النوم الذكية إذا استخدمتها صح في هذا الفيديو رح تتعلم كيف تقيس جودة نومك بخطوات مرتبة وكيف تقرأ بيانات جهاز تتبع النوم وهل فعلا بيستاهل إن تشتري أحدها وكيف تعرف إذا نومك فعلا استشفائي أو مضطرب موضوع مهم وشيق للجميع أنصحك تشوف الحلقة للنهاية لأن نصحتك تبدأ من نومك مع الدكتورك المفضل فارس عرب استشاري عظام ومفاصل وحلقة جديدة من سكون مد النوم ليس مجرد يلا إجا الليل لازم نصحى عنا شغل الصبح لا النوم هو برشة ترميم لجسمك بشفت ليلي هو عملية بيولوجية مرتبة بدقة إلهية هو سلسلة مراحل منظمة اسمها سليب سايكل أو دورة النوم تتكرر كل تسعين دقيقة تقريبا ولازم تسمح لجسمك يمر بكل مراحلها بتوازن عشان يستفيد فعلا من النوم لما بدك تبدأ تطور من جودة نومك فأول خطوة هي أن تفهم دورة النوم لما بتحط راسك لتنام أول مرحلة بتمر فيها هي النعاس وهي بداية الانتقال من الواعي إلى النوم وخلال فترة قصيرة بتدخل إلى المرحلة الثانية وهي النوم الخفيف هنا بتتوقف العين عن الحركة وبيهدى جسمك وبتنخفض ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم وبيبدأ الدماغ بترتيب أولوياته 50% من النوم هو نوم خفيف وبعدها المرحلة الثالثة النوم العميق وهي أهم مرحلة لجسمك لأنها مرحلة الشفاء الجسدي يتم فيها إفراز الـ Growth Hormone أو هرمون النمو المسؤول عن ترميم العضلات وتجديد الخلايا والتئام الجروح وتقوية العظام والغضاريف ومدتها 14 إلى 23 دقيقة فقط في الدورة الواحدة وبعدها بتدخل المرحلة الرابعة وهي مرحلة حركة العين السريعة أو Rem Sleep هذه المرحلة ضرورية للصحة النفسية والتوازن العاطفي وتقوية الذاكرة وهنا بتحدث الأحلام سواء تذكرتها أو نسيتها مدتها المرحلة 18 إلى 22 دقيقة فقط في الدورة الواحدة كل 90 دقيقة تقريبا يجب أن تدور بين هذه المراحل يعني ممكن تمر بـ 4 إلى 6 دورات نوم حسب العوامل البيئية والنفسية اللي بتنام فيها وإذا علقت بمرحلة واحدة أو ما عبرت بكل دورة بشكل سليم حيضطرب نومك وحطصها تعبان حتى لو نمت اليوم بطوله وهنا يأتي أهمية أجهزة السليب تراكرز أو أدوات تتبع النوم مثل لبس الساعات أو الخواتم الذكية أو أحزمة الصدر المتطورة أثناء النوم كيف تساعدنا أدوات تتبع النوم؟ أدوات تتبع النوم تستخدم سنسورز أو حساسات بتراقب تدفق الدم أثناء نومك وبتعطيك معلومات مفصلة على موبايلك وبدقة تصل لـ 80 إلى 90% مقارنة باختبار النوم داخل المختبر المعروف باسم وبالمناسبة كثير منكم تسألوني دائما ليش لابس خواتم غريبة بأصابعي ببساطة هذه خواتم ذكية بتقيس النوم والنشاط الحيوي بالليل والنهار وظلت جربها لفترة طويلة لحتى أدر تصور لكم هالحلقة هذه الأجهزة الذكية بتعطيك معلومات مهمة يمكنك الاعتماد عليها فمثلا بتراقب مدة نومك الفعلية كم ساعة نمت مقارنة بكم ساعة قضيتها في السرير وانت عم تفكر وهل نومك ثابت كل يوم؟ وبتتبع مرورك بجميع مراحل النوم وتحليل عدد الدورات وفترة كل دورة وبتسجل درجة حرارة جسمك اللي تأثيرها كبير على جودة النوم ومعدل التنفس ومستوى الأكسجين وهذا ممكن يكشف اضطرابات مثل انقطاع النفس وعدد مرات الاستيقاظ والتقلب أثناء الليل وهنا بنعرف إذا عندك قلق أو نوم مضطرب أو أحلام وكوابيس وغيرها من المؤشرات الكثيرة ممكن تستدل منها وين في خلل وتصلحه ولكن الأهم من كل هذا أنها تقوم بتحليل معدل تقلب ضربات القلب Heart Rate Variability أو HRV ماذا يعني معدل تقلب ضربات القلب أو HRV هو مقارن التغير الزمني بين كل نبضة ونبضة لقلبك وهذا طريقة فعالة لتقييم أداء جهازك العصبي اللا إرادي Autonomic Nervous System يلي بتحكم لوظائف الجسم اللا إرادية مثل الاسترخاء ومعدل ضربات القلب والتنفس والهضم وإفرازات هرمونات غدد جسمك كلما كان معدل HRV عندك أعلى فان مؤشر أن جهازك العصبي بحال التوازن وينعكس على هدوء جسمك ومقاومته للضغط النفسي وبالعكس انخفاضه يكون إشارة على تعب أو توتر وقلق أو اضطراب في الجهاز العصبي اللا إرادي تحليل HRV لفترة من الزمن بيعطينا مؤشر على مدى جودة النوم ويقودنا لأهم مؤشر واللي أنا بسميه المؤشر الذهبي وهو Restorative Sleep أو النوم الاستشفائي وهو عبارة عن مؤشر تحليل المرحلتين الأهم في نومك النوم العميق للشفاء البدني ونوم حركة العين السريعة للشفاء النفسي والذهني من المثال أن تقضي 35 إلى 50% من نومك في هاتين المرحلتين وهون بيظهر عليك الفرق تستيقض وأنت مرتاح منتعش نشيط بدون آلام وذهنك حاضر ومزاجك مستقر لذلك أنصحك وبيوضوح إذا أنت ممن يهتم بصحتك الجسدية أو الذهنية اقتني جهاز تتبع النوم وابدأ وراقب نفسك كل يوم رح تعرف أكثر عن جسمك وش اللي بيأثر على نومك وكل يوم رح تقدر تحسنه أكثر خطوة بعد خطوة وبعد ما عرفت كل هالمعلومات بيبقى السؤال الأهم كيف حتقدر فعليا تحسن جودة نومك هل حتعتمد على الأجهزة الذكية فقط الجواب أكيد لا أجهزة تتبع النوم هي مجرد أدوات مراقبة تغيير عاداتك اليومية والغذائية هو العلاج وهذا هو عنوان الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لذلك اشترك بالقناة وفعل الجرس لكي يصلك كل جديد شارك هالفيديو مع الشخص اللي دائما بشتكي من التعب مع انه بنام كثير يمكن تنقذ حياته واكتب لي تحت بالتعليقات إذا نويت تشتري جهاز تتبع النوم وذا أورادي عندك واحد شارك معنا معدل HR في تبعك وهل نومك استشفائي أو لا كان معك الدكتور فارس عرب واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه شكرا شكرا